سامسون اكيونولا خلال ايام بيحصل اتفاق مع سامسون اكيونولا خلال ايام قبل 25 اكتوبر قد يرحل سامسون اكيونولا بالطراضي الناس بتقول ان هو يعني رافض تماما وكده في النهاية يوصلوا لحل لان العيب لعيب صغير السن وعايز في النهاية يلعب يعني عايز في النهاية يلعب او ممكن يقعد في النادي وياخد فلوس وفي النهاية مش هيلعب لمدة سنة ولا اي حاجة فبيحصل نوع من التراضي مع الوكيل بتاعه وهيوصلوا لاتفاق وفي حالة رحيل سامسون أكنولا هيكون هناك بديل هل الزمالك قفل باب المفاوضات مع اللاعبين لا يعني اللي أنا بأكد لكم إن واحد زي محمود جهاد الزمالك كان عايز يجيبه وفارقه وافق واللعب وافق والنادي وافق وجوميز مش موافق يعني الغد دلوقتي مع إن محمود جهاد لعيب منتخب أولمبي ولعيب رقم 6 والزمالك محتاج المكان دوت لكن جوميز هو اللي موقف الصفقة يعني موقف صفقة انتقال محمود جهاد نمرة 2 كان فيه لعب جزائري ولعب مهم جدا ومعروف جدا ومدافع قوي جدا كان من الممكن يكون متواجد الفترة اللي جاية وقد يأتي الفترة اللي جاية وقد يأتي في يناير على حساب سامسون أكنولا عندما يرحل فيه كلام أيضا على صديق أجولة الباب اتفتح والراجل مصمم عليه بطريقة غير طبيعية صديق أجولة ويعني هناك بعد بقى الفلوس ما جدت ومشار تركي للشيخ دفع مليون وخمسمائة ألف دلار فيه كلام إنه هو صديق أجولة ممكن يخلص لنادي الزمالك الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر